طيب نخرج برا الزمالك حضرتك بتنال كل تفدير واحترام من جماهير النادي الاهلي كيف ترى فريق الاهلي وكلر في الأول وطبعا النادي الاهلي عنده سكواد كويس جدا سكواد على مستوى الكيف والكم عنده مجموعة من اللعبة عنده فريقين وممكن يبقوا ثلاثة لعيبة على أعلى مستوى في كل مركز من المراكز عنده لعبة جيدة جدا عنده عناصر مميزة جدا بدليل أن أي حد بيجي يتولى مسؤولية منتخب مصر بياخد على أكتر حاجة من النادي الاهلي فده شيء معروف وواضح جدا لأي حد يعني فعنده تيم كويس جدا وبعدين سيستم النادي الاهلي ينجح أي مدرب سيستم الاهلي طبعا ده مفيش كلام يعني يمكن الكلام ده بيزعى الناس الزمالكوة لكن أنا ده لسه بعد ما أنت تغذلت في الزمالك وقلت كل حاجة حلوة طبعا لا 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 أنا باتكلم أنا بقول حقيقة أنا بطلعش أجدب عن الناس وأجدب عن نفسي وبعنجهية لا أنا أقول حقيقة أنا شايفة قدام عنايا فالسيستم بتاع النادي الاهلي والمنظومة بتاعت النادي الاهلي هي اللي بتنجح أي مدرب بيجي النادي الاهلي آه فآه سيستم ومنظومة وإمكانيات مادية إمكانيات بشرية إمكانيات إدارية فنية لا على أعلى مستوى رأيك في كولر كمدربة كابتن هلمي وإنت شيخ المدربين في مصر ده هقولك أنا أحكم على كولر لما يروح فرقة في النص الجدول أو يروح طريق آخر أنا بقولك يروح فرقة في نص الجدول فرقة تانية لا يشوف المعاناة اللي بيعانيها المدربين في الفرقة دي ويبقى هو ده الاسكوارد اللي عنده ويشوف ونشوف الشغل بتاعه آه واخد بالك نشوف الشغل لكن معروف إن في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك اللي بيطلبه المدرب بييجي آي مش كده قال لي صحيح لبن العصفور بيجيله آي فطبعا هو ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن أي حد كل شيء متوفر برضو يعني أنت شايف قدراته إيه كمدرب لا هو مدرب كم حاجة ده مردود عليه في إيه بدل ما ينزل له نص الجدول ما هو بيلاعب سانداونز بيلاعب الودات بيلاعب التراجي بيلاعب مزيمة يعني يلاعب فرق كبيرة لأ أنا المقصود من ده أن النادي الاهلي بيوفر كل سبل النجاح لأي مدرب آه ده اللي أنا بقصده من الكلام ده آه فلونا أي مدرب دي النادي الاهلي خد بطولة مش كده ليه يعني آه يعني 99% من اللي جمع آي آي خده بطولات آي هو نفسه عمل مجده في الأهل بالضبط كده جزي عمل مجده في الأهل بالضبط كده آه موسيماني كان حد يارض موسيماني آه عمل مجده في الضبط كده بداية بداية طلع من الأهلية على الخليج على الخليج طبعا برضو قدراتك مدرب يعني رأيك في تغييرات حاول حدك على حاجة الجانب الفني هو شخصية واضح إنه شخصية قوية آه ما بيعملش حساب لحد آه آه عن النظام عن النظام بيعاقب آه وده شيء جيد لأن العدالة في السواب والعقاب مطلوبة جدا في الأتيام الجماعية آه في الفرق الجماعية آه آه لأن لو العملية إن أنا بطبطب على ده آه آه وعاقب ده وكلام ده مش حيمشي آه آه في لوائح بتطبق آه وفي نظام سواب وعقاب بيطبق آه وده اللي يخلي الفرق تستقيم والأمور تستقيم في أي تيم في أي تيم طبعا طيب ده جانب رأيك فيه البعض بيقولون عليه في مسألة التغيير التأخر في التغييرات هو طبعا هقول لحظاك على حاجة هو بيبقى عنده قناعة وثقة في بعض اللاعبين آه اللي هو بيحب دايما إنهم يستمروا في الملعب آه لأن ثقة فيهم كبيرة جدا آه فبالتالي يعني ممكن يكون عنده آه يتأخر في تغيير آه عشان اللعيب فيه كبيرة جدا ومش عايز يخرجه عنده أمل فيه إنه هو ممكن ممكن في لحظة يخلصه الجيم ممكن في لحظة يقلب المباراة فده ده بيبقى سبب التأخير لكن هو عنده كمية كبيرة جدا من اللاعب اللي ممكن يعمل آه الروتيشن بشكل كويس جدا خصوصا حيعمله في الليام اللي جاية لأن فيه في ضغط مباراة ضغط مباراة كتير آه طيب رأيك إيه في استبعاد الكهرباء من المشاركة وتفضيل آآ آآ عسام أبو علي ثم مودست آآ هو طبعا آآ كهرباء مش فرود كان جناح جناح آآ فبالتالي لما يكون فيه فرود موجود يبقى حيبقى ليه الأولوية عنده آآ زي آآ أبو علي آآ زي مودست آآ هو ييجي التالت بعديهم آآ كفرود آآ إنما كهرباء على الجناح هاية طبعا تحت الفرود هاية آآ آآ أخذ بالك لكن هو بيبقى محتاج آآ أعتقد إن ده فكره آآ فوقات كتيرة جدا بيبقى محتاج سترايكر سترايكر آآ آآ أخذ بالك آآ آآ داخل الصندوق آآ فده بيبقى ما بيتوفرش في كهرباء قوي آآ كهرباء بحب ينزل لتحت تحرك على الجناب آآ لكن السترايكر اللي بيبقى جوه الصندوق ده اللي هو أبو علي ومودست لو أنت كابتن موجود في إدارة الأهل الماتش اللي جاي وتحط لي تشكيل كامل الأفضل في رأيك في ظل الجاهزية اللي موجودة للناس طبعا هو هيبقى فيه نفس التشكيل اللي حصل الماتش اللي فات لكن هاني يبدأ هاني يبدأ بدل خالدها فتاة هاني يبدأ يعني كده الشناوي هاني ربيع عبد المنعم كريم فؤاد كريم فؤاد أو كريم فؤاد والراجل اللي حابب وأنا لعبت على فكرة في المكان ده آآ يعني لعب معايا موسم كامل والله أما ليه في الباكل الشمال لا مش مكامل باكلفت أما ليه طبعا آآ أنا لعبت في كذا مكان آآ لعبت باكلفت جناح شمال آآ جناح يمين لعبت باكلفت وجناح شمال وجناح يمين آآ أستغل سرعته لأنه سريع جدا ودريبلر كويس آآ جدا 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 يعني بسط الملعب بسط الملعب طبعا آآ إمام وآآ مروان وآآ السلية ولا ديانج ولا كريم نجد ولا كوكا أعتقد أعتقد لو أنت اللي موجود لو أنا اللي موجود هلعب آآ هلعب آآ الولد الصغير كوكا كوكا ليه يا كب كوكا عنده مميزات كويسة قوي إيه بقى هلعبه ناحية الشمال ولعب إمام ناحية الإيمين أو العكس مافيش مشكلة إنه هلعب بثلاتة اتنين على قدام واحد تحت آآ أولا اللاعب كويسة قوي عنده كويسة قوي آآ عنده سرعة أداء منتصب وده مطلوب قوي في نص الملعب آآ عنده قدرات آآ آآ فنية عالية آآ عنده الباسنج بتاعه والأسيست بتاعه كويس قوي آآ فده مطلوب هو وإمام يعمله قوة هجومية رائعة للناد الأهل في نص الملعب طب الثلاتة اللي قدت إيه آآ بيرستاو بيرستاو آآ الفروض الجديد ده الناد الأهل وسام أبو علي وسام أبو علي والشحات رضا سليم يا كابتون رضا سليم كويس جدا كمان ممكن يبدأ كجناح شمال أجناح يمين مكان بيرستاو مكان بيرستاو لعيب كويس قوي آآ لو جت رتب فرودة الأهل الثلاتة الجناحين والفروض آآ لا الثلاتة اللي في الصندوق في الصندوق كهربا ومودست ووسام أبو علي لأ وسام وسام أبو علي كهربا رأيك كيف مودست مودست يعني هقولك هو مخدش كتير مخدش وقت كتير يعني عشان برضا نحكم عليه آآ لكن واضح إنه هو فروض كويس جوه الصندوق آآ لكن في أغلب الأحيانة بص ألاقي ضهره للجول على طول ضهره للجول آآ عندما وسام أبو علي وشه للجول آآ وده اللي قتليه يوصل بسرعة للمرمى آآ اللي وشه للجول ما بيحتاجش إنه يلفت صحيح مئة وتمانين درجة عشان يواجه الجول آآ ده وشه للجول على طول آآ هيسبق الدفنس آآ عكس الرجل اللي بيدي ضهره للمرمى يعني